السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم وشباب اخباركم ايه? النهاردة معدنا مع فيديو جديد من موديول الفرماكولوجي اند انترنل ميديسن. يلا بينا نبدأ. النهاردة احنا هناخد اه ان شاء الله تاني حصة اه في الموديول او في بتاع وحنكمل كلامنا ان شاء الله رب العالمين اللي بدأنا المرة اللي فاتت في الانتي ديس ليبيديميا. وحنكمل النهاردة اه بالدواء التالت عندنا وهو النيكوتينيك اسد او الناسين. بص بقى الناسين او النيكوتينيك اسد اول معلومة عنه هو فيتامين بيه تلاتة. فيتامين بي تري. فيتامين اه فيتامين. ودواء مفترة عليه قوي قوي بص من هنا للسنة الجاية. طب انا مش فاهم. هتفهم كمان شوية بس عايزك تكتب جنبه كده بالعربي بتاع كله. الناسين ده بتاع كله. وهنفهم ليه. تعال نشوف الناسين بيشتغل فيه. الناسين بيشتغل في الحتة دي. بيعمل ليه بقى يا فندم? بيانهبت ال لايبالوسيز. بيقلل تكسير التكسير في الخلايا بتاعتي. فبالتالي لما ما تتكسرش ما بتبقاش تدي فالفري فاتي اسد حيقل. فحيقل الفري فاتي اسد اللي حيوصل للليفر. خدت بالك بقى من الرسمة. نقول تاني كده هو. نقول تاني. معي بقى ركز تاني. الناسينة هو. ما كانوا هنا هو. عمل ايه? عمل لليبولوسيز في الحتة دي. عمل في الحتة دي. ما بقاش عندي بتتكسر الفري فاتي اسد. فبالتالي الفري فاتي اسد. ولما الفري فاتي اسد ده قال. قال لكمان للليفر. حلو اه. فالليفر ما بقاش عنده جميل. الفري فاتي اسد اللي كان بيوصل بيستخدمه عشان یعمل بي ايه? عشان يصنع دلوقتي ما بقاش عندك فري فات تصنع بي ترايج لس فمش هتقدر تصنع المركب او العربيات اللي بتخرج منك اللي هي مينة فندم اللي هي مش فاهم ما احنا قلنا احنا قلنا ان الليفر بيستخدم اللي انت هتطلع عليها ديت عشان يحطها مع كوليستير والاستر ويعمل بيها دلوقتي انت مبقاش عندك ايضا فمش هتعرف تصنع طب ولما ال انا استفدت ايه استفدت ان ال هو اللي بيتحول بعد كده الى طب انت مبقاش عندك فهل هيبقى عندك لا مش هيبقى عندي فال كمان هيقل شوفت بقى الشعر والسجعة كده عامل ازاي يبقى انت يا ناسين قللت وغناء عليه ما بقاش عندك مزاي بقى الفايبريت بتاع المرة اللي فاتت محركة القرعة اللي عملها دي طيب ايه كمان يا دكتور عايزين نعرفه عايزين نعرف ان ان النياسين هو اكتر دوا بيزود هو اكتر دوا بيزود اله دي ال فاله دي ال حيزيد جدا جدا جدا. مش بس كده. عايزك تعرف كمان ان ان النياسين بيكتيفيت اللايبو بروتين لايبيز. فكمان يا دكتور هيزود تكسير ال اكتر. مش بس كده. مش بس كده. الانزايم ده. الانزايم ده اللي هو اللي هو طيب يا دكتور ده. بيعمل ايه? الاسايل هو الكي انزايم. هو الكي انزايم. في عملية تصنيع الترايجلس رايت جوه الليفر. طب انت اصلا قللتلي المواد الخام. انت اصلا قللتلي المواد الخام. مش بس كده. مش هقللك المواد الخام مو فقط. لا. ده انا كمان هتضرب لك المواد بتاعت التصنيع. هتضرب لك المصانع اللي شغالك. يا نهر ابيض. ده انت جامد بقى. يبقى تعالى كده معايا تاني. عملت يا نيكوتين. عملت يا نيكوتينك اسد او نيكوتينك اسد. عملت رقم واحد. عملت للبريفرال لاي بولس. عملت للبريفرال لاي بولس. اذا. فقللت السيركولاتينج فريفتي اسد. اذا. فقللت تصنيع الفي الدي ال. حلو كده? رقم اتنين. حعمل للليبو بروتين لاي بيز. حعمل للليبو بروتين لاي بيز. فبالتالي يا دكتور. لو عندك في الدي ال في الدم حيتكسر. جميل. مش بس كده. ده انا كمان عملت للهيباتيك اسايل كو اي ثنسيز. which is the key انزيم فور فلما تضرب هذا الانزيم ايه اللي يحصل مش هيبقى عندك تصنحها عشان تكون بيها يبقى انت ضربت اللحبة كلها في مقدة. انت مش هيبقى عندك لي يا فندم? اول حاجة ما عنديش مواد خام. رقم اتنين. ما عنديش مصنع يشتغل المواد اللي بتصنع الانزيم اللي بتصنع الانزيم اللي بتصنع وقف. رقم تلاتة. حتى لو انت عندك هيتكسر في الدم بريفر. وطالما ما عندكش فمش هيبقى عندك النقطة اللي بعد كده هو اكتر اكتر دواء بيزود فيكتب كده جنب حضرتك في الكتاب يكتب لك ان التأسير او نيكتونيك اسد على يعني يقلله شوية نتيجة زيادة اللي هو بيزود تكسيره عن طريق ويقلل تصنيعه عن طريق ان هو ما بقاش موفر ولا بقى موفر تصنيع هيقلل الكلستيريل عن طريق انه هو رقم تلاتة هو اكتر دواء واقوى دواء ودي مهمة جدا اقوى دواء يعمل ايه يقللك او يصور يزود لك الاتش دي ال ادفرس افكت بقى بتاعتي انا مش انا مش مقتنع الصراحة بموضوع الادفرس افكت ده ليه انت مش مقتنع بموضوع الادفرس افكت قصد ده فيتامين بيه ده فيتامين ادفرس افكت احصل لي عشان هي هي دي بقى ايمانضية اللي افترة. تعالى بركز معي. بيعمل اللي هو يعني مش فيه. يعني هارش. يعني اتبقى انت كانت اخد الناسين ده تقعد تهرش 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 تهرش. طب ليه? يعني اخد بالك ده مهموز امريكاني. يعني مهموز امريكاني. يعني كل اللي هقولها دي دلوقتي كلها مهاميز طلعة من الشركات اللي بتصنع عشان تفضل متربعة على عرش السوق. وهو للاسف ده اللي حصل. ده فانا? يعني الناسين مع كل قوته وكل جماله وكل الحلوة اللي فيه ديت استخداماته قليلة جدا لان الناس الدكاترة بتخاف منه والناس بتخاف منه نتيجة الصمعة الوحشة اللي طالع عليه. فتعالها كده اشوف الصمعة ديت ايه وازاي نحلها. الجامعة الامريكان قال لك كده اخد بالك الناسين ده بيعمل هارش واحنا ما بنحبش المرضى بتوعنا هارش. قلنا له انت بزبوره بس نفهم هو مريض بيهارش ليه? اكتشفنا ان المريض لما بياخد نياسين بيحصل ايه بقى فاندي? بيطلع عنده مواد اسمها وانت حضرتك عارف من السنة اللي فاتت من موديول ان عشان توقف بنستخدم ايه? قال لك احنا ممكن نديره لودو اسبرين. ده انت لما تستخدم ضربت عصفورين بحجر واحد. اول حاجة هو انت بتدي نياسين لمين? لمريض عنده هايبر ليبيديميا او ديس ليبيديميا يعني مريضه عرض ان يحصل له فهو اصلا كده 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 حيبقى محتاج اسبرين لان برضا لأسلوسكولوروزس عرضة ان يجي لهم ايه? يجي لهم فانت بتدي له اسبرين عشان يعمل له سيولة في الدم. الله عليك. ايه كمان? انت حتدي له اسبرين فحيضيع لك السادف الغبي اللي انت بتتهم بيه اللي ايه? الناسين. اللي هو ايه? قال لك لما علشة طبعا بطني بتوجعني مش هاخد اسبرين عشان اسبرين بيوجع على البطن. قال لك خلاص سهل. لما تيجي تاخد نياسين خد نياسين اس ار سلوريليس فورميلا. ما بتعملش حركة دي. ده انت جامد بقى. طلعوا على اشعة ان هو ممكن يعمل هباتو توكسيستي بس في كتب كتبها وكتب مش كتبها. قال لك لا لا قبالك بيعمل هيبرجليسيميا. ايه يعني? يعني بيرفع السكر بيرفعه قدي يعني. بقى انا عشرة خمسة اشرة في المية. ايوة انا كرجل نورمال يعني هيجيلي سكر. لا لا انت كرجل نورمال لا. بس يعني هيرفع السكر في الناس اللي عندها سكر. طب يا سيدي حاض. هنبقى نقيس السكر سكر. ونحطه وهبياخد العلاج. واقول له زبط الدايت بتاعتك لان انا كده كده المفهوضة مشي على دايت معينة زي ما حنقول ان شاء الله في علاج السكر. وهقول له ايه? لو احنا حتى احتاجنا نرفع جرعة الانسولين او جرعة الادوية الانتضايبتك هنبقى مزبطين الدنيا مع بعض. مايش? يعني هل دي ات كونترا انديكيشن? لا مش كونترا انديكيشن. بس تخليك حاطة دي ايه? الموضوع في الحسبان. رقم اربعة قال لك بيرفع السيرام يوريك اسد. طب ليه بيرفع السيرام يوريك اسد? قال لك اسلي دا نيكوتينيك اسد. خد بالك والتان اسم يوريك اسد. فالاتنين بيتخنقوا مع بعض في الحتة اللي بيخرجوا منها في الكدني. فالكتير فيهم هيكسب. فالنياسين ينزل نيكوتينيك اسد ينزل في في اليورين ويحبس اليوريك اسد في الدم. فتاخد بالك لو مريد بتاعك عنده نقرس. ماشي هناخد بالن. طيب يعني مين المريض اللي ممنوع عليك? مريض الجاوت اللي عنده نقرس. خلاص ده الملوك اللي عنده اليوريك اسد عالي جدا في الدم والتهابات في المفاصل. والمريض اللي عنده هيباتيك ديزيز برضو بنقلى عليه من الاي من النياسين. ومرض السكر بنبقى محرصين وايسين السكر باستمرار. نخش على الدواء اللي بعد كده. الازيتيمايب. الازيتيمايب. وهو وهو ايه الازيتيمايب ده? هو كولوستيرو الابزوبشن انهابيتور. الازيتيمايب احنا بس معلومة كده مهمة في الفرماكو كانتك انه دواء بيوعد 24 ساعة شغال. فمرة واحدة في اليوم. بس دواء عبيت او. يعني غلبان. دواء على قد حاله. دواء يعني بص كده هو. تنفخ فيه طب يعني هنعمل ايه في الدواء الغالبان ده? قال لك والله احنا لما جاءنا الجامعة الامريكان نزلوا في الاول وحاولنا نستخدمه. كان زي ما هنقول كمان شوية. هو بيعمل حركة. يعني اصل انت جاي تضحك على مين? تضحك على جسمك. انا هقول لجسمك ايه? اه انا هخليك يا جسمي ما تمتصش الكوليسترول. طب ما هيرد علي الجسم يقول لك ايه تما انا عندي جوه. عندك جوه ازاي يعني? تما انا بصنع اندوجنس كوليستيرول. انت هتقلل اللي من برا راح ازود لك من جوه. سهل يعني. هعمل في الهمك هو ايه? وصنع لك كوليستيرول كتير وبقابلني بقى لو الدواء بتاعك ده نفع. طب الحل ايه? ان انا اضرب امتصاص الكوليستيرول من برا واضرب تصنيع الكوليستيرول من جوه. اه طب مين بيضرب تصنيع الكوليستيرول جوه? طب مين بيضرب برا? طب ما نحطوهم مع بعض ونسمي الدواء. يبقى مين هو يا فنديم? زي ما مكتوب عند حضرتك كده. ده عبارة عن مع شغل جميل قوي وشغل عالي. طب ببساطة كده ايه الميكانيزمه? قال لك ده بانهابت الكوليستيرول الشركة عن الانتاجات وقيت لك طبعا انت هتعملوا ايه يعني? ده الميكانيزم اللي كانت الشركة بتترحلنا. قالت لك انت لما تنهابت الكوليستيرول هيقل لهبات الكوليستيرول فهيحصل فبالتالي يقل الكوليستيرول في الدم. ولكن للأسف الشديد ما كانش ده اللي بيحصل. انت جاي تضحك على جسمك جسمك لما كان بيحتاج ما كانش بيجيب بس من الدم. لأ كان بيسوي تصنيع الداخلي عنده. فالحل الجميل قوي ان انت تضرب من برة ومن جوة تدي اللي هو ازيتمايب مع سينبا ستاتين. ترابيوتك يوزس قال لك لوحده لوحده تستخدمه في حاجة مائل تمودرت هيبر كوليستيروليميا. انما لو انت يعني عندك المريب بتاعك سبير ادي له دواء ما بين وما بين وما بين وده طبعا الجداول دي مهمة جدا جدا يعني دي الخلاصة الخلاصة. فتأثيره طبعا لو انت اخدت بالك والقارنتهم ببعض من زي الاستاتين. الاستاتين احنا كنا كاتبين هنا تلات تلاتة اسهم لتحت. انما هنا ساهمين بس لانه بيقل الابزوبشن. على كمان بيقل شوية صغيرين. نتيجة انه انت مبقاش عندك كوليستيرول تديه للفي ال دي ال عشان تصنعه. وبيعمل في الاتش دي ال. نخش على الدواء اللي بعده. اللي هو او ايه بقى الشتيمة دي? دي مجموعة من الادوية كده كبيرها اسمه كوليستيرامين. بيطلع واحد بعدي اسمه كوليستيبول واخرهم واحلاهم الى حد ما يعني الكوفي سيفيلا. العيلة دي بنسمها كده يعني مواد معينة ده حاجة كده لها قدرة على الامتصاص. ده فانا السطح بتاعها بيلزق. وهو حتى بيتبع في صورة بودرة زي ما مكتوب عندك كده. البودرة دي بقى حضرتك بتعمل ايه? ركز بقى معيك كده. هي بتمسك في ال بايل اسد. فالكل بتدي كوليستيرامين هنا. يعمل ايه? يعمل انهيبشن للري ابتيكو في بايل اسد. انت البايل اسد بترمي خلاص عشان يرجع ياخده تاني لان انا اتفقت معك في اول الحصة اللي فاتت قلت لك ايه? قلت لك البايل اسد ده ايه بني? ما استغناش عنه. انا تعبت في تصنيعه. ما نزلوش كده في الانتستن وقول له باي باي انزل في الستول. لا ما استغناش عنك. انت تنزل وترجع لي تاني. اكتر من خمسة وتسعين او تسعين في المية من البايل اسد اللي بيخرج في البايل بيرجع تاني. نفع انا انا بقى ضربت اللعبة دي بالايه? بالكوليستيرامين. فلما كوليستيرامين يضرب يحصل ايه يا دكتور? يحصل ان ان انت ما بقاش عندك في الليفر. نقولها تاني اهو. نقولها تاني. ادي كوليستيرامين اهو. خلاص لما درب ايه? لما درب بتاعة انت كل اللي بقى بينزل ده ما بقاش بيرجع. فهيحصل ايه في الانترا هيباتيك بايل اسد حيقل? ولما الانترا هيباتيك بايل اسد يقل لليفر يتجنن. الليفر يتجنن. طب ل يا ليفر الجنن انت اقل لك انا ده ابني ما اقدرش. طب انت عايز تعمل ايه? قالك اجيب اعيه لغيره. طب يعني هتعمل ايه? قالك هوجه كل الكوليستيرول اللي جوه الليفر في تصنيع عملية ايه? او في تصنيع البايز اسد. طب ده شغلة عالي قوي قوي قوي. انت وجهت كل الكوليستيرول اللي عندك في تصنيع الجميل قوي. ايه كمان يا دكتور? فالانترا هيباتيك كوليستيرول هو كمان هيقل. ولما الانترا هيباتي بكلستيرول يقل يا دكتور. هنعمل في ال 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 ونسحب بقى والقصة دي بقى الجميلة اللي احنا عارفين. طيب. في معلومتين مهمين جدا عن القصة ديت حيوفروا علينا كزا نقطة او يعني حيفهموك كزا نقطة في الحتة اللي جاي. ايه هي بقى دكتور? قالك ان وجود البيل اسد وجود البيل اسد ده مهم جدا جوا الليفر. مش عشان بس الليفر بيحبه وعشان ده عيل من عياله. لا. ده عشان البيل اسد طول ما هو موجود هو عامل انهيبشن لتو انزيمز. عامل انهيبشن لله ام جي كو اير دا اكتيز انزيم بتاع تصنيع الكولستيرول. يعني انا بقول الليفر الليفر طول ما هو عنده بايل اسد الليفر قاعد ما تطمن. فبينيم بقى بنيم عملية تصنيع الكولستيرول. ايه كمان يا دكتور? قالك كمان البيل اسد بيعمل انهيبشن للانزيم ده تبرموت تنسز اوف ترايجيلي سرايد. اللي هو القصائل كو اير دا اكتيز لحنا نسا متكلمين عليه ده. ما عافش القصائل كو ايه سنسيز. بيقال تصنيع ال VLDL. طب انت دلوقتي بوجود كولستيرامين. حصل ايه? حصل ان انت مبقاش عندك انترا هيباتيك بايل. حلو. لما البيل قال الانهيبشن اللي كان البيل الاسد عاملها. راحت. فدكتور الانزيم اللي كان بيصنع ترايجيلي سرايد ونايم زاد جدا جدا جدا. والترايجيلي سرايد حتزيد وال VLDL حيزيد. رقم اتنين. الاتش ام جي كو اير داكتيز انزيم هو كمان حيزيد والانترا هيباتيك كولستيرول حيعلم. نحل القصة دي ازاي? قال لك اول قصة دي دي قصة تيمبرا دي. دي قصة تيمبرا اللي هي عملية زيادة ال VLDL ما بتطولش. شوية يقول ايه? حيقل لان انت ما بقاش عندك باي الاسد يمتص فترايجيلي سرايد حيقل لان المصدر الاساسي بتاعه هو الاكل. رقم اتنين. انا اللي بدايقني اوي موضوع الكولستيرول ده. طب نعمل ايه بقى يا دكتور? قال لك والله يتبقى جميل اوي اوي اوي. لو انت اديت مع الايه? مع الكوليستيرامين استاتن. نفس الكلام اضرب برا واضرب جو. حلوة. فتلاقي الكوليستيرامين ده برضو ضعيف. بس هو وحيد اللي بيعمل حركة الارعة دي. بيعمل ايه? هو بيقلل وبيزود بيعمل في ايه? في ايه? او يزود الليفل بتاع السيرام وهو كمان زي وزي كل ادوية بيزود فانت تاخد بالك من النقطة ديت هو طبعا تسعة وتسعين في المائة من شغله لوكل جوة فالادفيرس الفيكت بتاعته كلها حاجات لوكل ما عادة طبعا زيادته للو قولنا وفسرناها هو ازاي بيزود عن طريق ان هو بيقلل آآ الاسد جوة الليفر فالباي الاسد لما يقل لجوة الليفر الانهيبشن اللي كان الاسد عامله على تصنيع ترائج الاسرائد هيقل. تصنيع ترائج الاسرائد جوة الليفر يزيد. ازا فبالتالي هستخدمه عشان اعمل بيه فيقول حاليتك كده طبعا بتاعته يقول حاليتك بيعمل وليه لان طبعا ايه ما بيمنع لامنطس بتاع الدهون في الاكل. قال لك قال لك ده على جنب كل دي امبير كل عيلة بيامبير اه صحيح اللي هي كده او اديك او هما فيتامين ايه ودي و ايه وكي دول فات دهون فعشان يمتصوا هما كمان محتاجين بايل. انت دلوقتي اديت الكوليستايرامين. فالكوليستايرامين درب البايل فبالتالي مش هتعرف تمتص الايه الفات سوالة بالبيتامين دي فهتنقص. فيقولك بقى انت بقى المرفوض راجل عارف في السنة اللي فاتت كل فيتامين من دول وفايدته ايه ولما ينقص يحصل ايه يعني الفيتامين ايه اللي هو الريتنوك اسد لما يقل لي يعمل الايه نايت بلايننس. فيتامين دي لما يقل لي يحصل ايه اللي هو يعني اللين العظام او في العالة الزغيرة. فيتامين اي دا يعني وجوده من عدمه يعني ما بيفرقش كتير قوي معنا يعني الا في الحالات الندرة. فيتامين كي دا اللي بنستخدمه عشان نصنع به فنقصه ممكن يعمل سيولة في الدم. فيعني خدت بالك انه ممكن تجي لك مسألة معقدة شوية صعبة شوية بس يعني ايه انا بقول لك كل الاحتمالات. مش بس كده الكوليستايرامين كمان بيمسك في اي حاجة موجودة في البطن. بيمسك في ادوية ما ادوياش كل بقى بيمسك فيه. مش بقى الاسد بز. فلو انت بتاخد دوا تاني مع بعد ازنك ابعدهم عن بعض. على اقل يعني ايه خدوا قبل الاكل في ساعة بعد الاكل باربعة ساعة ابعدهم عن بعض يعني ايه عشان ما يمسكوش في بعض ومتنساش ان بيرفعل ايه بيرفعل طيبة دكتور النقطة اللي بعد كده ايه النقطة اللي بعد كده هي ايه بتاعت ان هو طبعا ممنوع يتاخد في الناس اللي عندها يعني ايه يعني حضرتك الناس اللي عندها حسوة في القناة المرارية مصر. الناس دي حضرتك ما عندهاش البايل بتاعها ما بينزلش اصلا. لان هو الوصلة اللي بتنزل البايل من اللي هي القناة المرارية. لو القناة المرارية تطلع فيها ورم او طلع فيها حسوة القناة المرارية مقفولة. فبالتالي ما فيش عند راجل ده يبقى انت بتستهبط وبتستهبل يبقى انت راجل ما بتفكرش كويس وبتدي ده وانت مش عارف هو بيشتغل ازاي. النقطة اللي بعد كده ممنوعة دي في الناس اللي عندها سيفير آآ الهايبر نخش بعد كده على الامجا ثري فاتي اسد. الامجا ثري فاتي اسد دي موضة وصيحة للأسف الشديد. جماعة هتلحها جماعة بتوع امريكا شمال امريكا وجنوب كندا. قال لك ايه? قال لك الحق. احنا اكتشفنا ان الناس اللي عايشين في الاسكا في شمال امريكا. ما عندهمش آآ 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 سكودروز. طاب ليه يا يا جماعة بتوع الاسكا ما عندكمش آآ قال لك اصلاحنا بناكل آآ آآ سمك عايشين على السالمون والمش عارف ايه والحاجات المش حقнали مش مش الكبد الحوت ومش عارف ايه فقال لك بس خلاص طيح حلو ا quería بس جماعة الامريكان راح هم مواغدين المركبات بتاعة السمك دي توقعدوا يصنوعها في المعام. ودوه قال لك ايه? ايه هي ايه? اعني بتزود فبتقلل لكن يعني تأثيرها ضعيف. اوي 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 اوي. طب اش معنى الجماعة بتقول علاسكة بقى? قالك لا اصلا بيكلوا سمك طبيعي. بان انت لو عايز تبقى زيهم روح وقعد معهم بقى وكل السمك بتاعهم. طب بتشتغل ازاي بقى? قالك بتشتغل بطريقتين. في طريقة وفي طريقة تعالك كده نشوف ده مش المسؤول ان هو يعمل اه يحسن. هو بيقول ان دول بيدربوا تصنيع اللي هي مواد بتطلع من تكسير لما بيحصل او جوا الجسم بتاع الخلايا بتتكسر. فيبدأ يطلع من جواء الفوسفوليبيدز. والفوسفوليبيدز زي تتكسر لواحد من انواع الفاتي اسد اسمه اراكيدونيك اسد. الكاملة هناخده بالتفصيل او يمكن يكون انت اخدته قبل كده على حسب ده المدير رقم كام بالنسبة لك. فالمواد دي دي احنا بنسميها زي ما اخدناها السنة اللي فاتت. دي مواد فعشان كده لما الخلايا بتتجدد بيبدأ يحصل عندنا التهابات شديدة جدا. خلاص او لما يحصل والخلايا تموت بتاعتنا بيحصل التهابات شديدة جدا. فقال حضرتك دي بتمنع القصة ديت بتقلل ايه او بتغير بتاع السيل الممبرين. فبالتالي تقلل تكوين فده او التأسير بتاعه وهو ده بقى اللي علينا هو ده ازاي الدواء ده بيقلل قال لك عن تريد ان هو للايه للبابار الفا زي وزي ولكن طبعا هيهات انت فين والفايبريت فين افن. نخش على اقدر الدواء واخر دواء في القصة بتاعت ديت. هو سموش تيمة كده هو او ال ايفولو ايفولو كوماب. وركز ما معاه في قصة ايفولو كوماب دي. بوس فاندم هو اي دواء اخروماب زي ما احنا تعلمنا قبل كده السنة اللي فاتت لو انت حضرت معاه في اي دواء اخروماب هو مونوكلون الانتيبادي. ويعني مونوكلون الانتيبادي. يعني انا جبت حصان مثلا يعني. لسبيل مسال. وجبت انتجن معين. اي انتجن اي حاجة مش عاجبك جوى جسمك. يعني انا مش عاجبك شعرك. جبت الانتيجن بتاع الشعر. وروح تحقنه في الحصات. فالحصان هيعمل ايه? هيصنع جنسة الانتجن بتاع شعرك. انا احتوى اخذ الانتيبادي من الحصان وروح تحقنه فيك انت. هيعمل ايه? الانتيبادي ده حقوم ضرب شعرك وموقعه لك. مسلا. فاحنا عملنا نفس الحركة دي. عملنا يعني انا مصنعه بيدرب حاجة واحدة بس. طيب بيدرب ايه? بيدرب ايه? بيدرب ايه بقى ده? اللي هو مش عارف قصة كده من الاف ستين نيلة بيعمل ايه? ركز معايا الله يخليه. ده هو المسؤول انه يعدي على الخلايا اللي عندها ال دي ال ريسبتور. حلو. بيسأل الخلية بيقول لها هو ال ال دي ال ريسبتور ده عندك بقى له قديه? تقول له بقى له شهر. يقول لها كفاية عليه كده. يقوم ماسك في ال ال دي ال ريسبتور ويقوم واخده داخل بيه جوة الخلية عشان يتكسر. يبقى البسك ناين مسؤول عن عملية اسمها بتاع ال ال دي ال ريسبتور. ما هو ال ال دي ال ريسبتور ده? زي وزي اي حاجة في الجسم ليه لايف سبان. وقته بيخلص. بقى بيحصل ايه? عشان وقته عدى وال ال ال دي ال ريسبتور بالنسبة اللي خلاياك شايفاه عالجز فتقوم عاملة ايه? تقوم ماسكة فيه البسك ناين يقوم البسك ناين واخده ومدخله جوة الخلية للليزوزوم يكسره. احنا هندي بقى الايفولوكوماب ده مونوكلون الانتيبادي اللي هو ده مونوكلون الانتيبادي يمسك في البسك ناين فيمنع عملية الانترناليزيشن بتاعة ال ال دي ال ريسبتور في ال ال دي ال ريسبتور حتى لو دخل جوة الليزوزوم يطلع تاني يقعد فيفضل قاعد لفترة اطول جوة جسم حضرتك ويديك تأثير. وده طبعا ايه فبالتالي يا دكتور ده بقى الكلام الايه العادي ده اجدد دواء واقوى دواء في اللعبة ديت بس اضموا لحالات ده بيقلل ال 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 دي ال كوليستيرول بنسبة سابعين في المية. ده طبعا لو انت يعني جايب اخرك فيه. امتى ندين المرضى بص بقى كاتب كده في سيفير. سيفير كيسز اوف مش يا دكتور. واحد قريبنا مبارح راح عمل تحليل كوليسترول لقى كوليسترول تلتمية. ندي له اوفلوكوماب. اوفلوكوماب مين يا ابني ده بعشرين الف جنيه الابر. ده ابر والابر بعشرين الف جنيه. ده يعني انت مش عايز تدي له اتورفستاتن ابو عشرين جنيه وعايز تدي له الدواء يعني مش منطقي. الدواء ده غائلة. كل المونوكلون الانتيبادي دفعنا? وكلها لها خطيرة جد. ده انا بديف واحد مش عارف سيطر على الكوليسترول اللي عنده. اديته كل حاجة. وعملته 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 وعملته. مفيش. يبقى حلو ايه? اه خلاص بقى ادفع ومليش دعوة بقى. طيب. بيقول لحضرتك كمان بتاعته ده مونوكلون الانتيبادي فطبعا حاجة غريبة عن الجسم فممكن يعمل هو ده بتاعه. وطبعا ايه الجدول ده بيلم كل كلام اللي احنا قلناه تأسير يعني انت لما تيجي تبص كده مين اقوى ده وعلى ال ال دي ال هتلاقي الايه? مين اقوى ده وعلى هتلاقي مين اقوى ده وعلى هتلاقي مين يا دكتور? هتلاقي ان ياسين هو اقوى ده وعلى وتاخد بالك من حركة القرعة اللي بيعملها الكوليستيرامين ان هو بيزود الايه? اه اتمنى تكون الحصة سهلة بالنسبة لكم. انا كده خلصت. استنى كده عشان اجيب ايوة اجيب النهاية. انا كده خلصت. اتمنى كانت الحصة سهلة وبسيطة. هتلاقي بتاع الحصة تحت في الديسكريبشن. اه وشوفكم مرة جاء ان شاء الله. السلام عليكم.